في تدبره هدايا عشتها في كل آيا شهده في روض روحي لم أذوق شهدا مثيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد أيها المباركون تأملنا اليوم ووقفتنا مع كتاب الله عز وجل ستكون مع أدب عظيم ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الآداب نعم إنها سورة الحجرات ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة وهذه الآداب بأدب عظيم وهو عدم التقدم بين يدي الله ورسوله عدم التقدم بين يدي الله ورسوله أن يكون المؤمن تابعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرا وقبل ذلك عقيدة ومنهجا وعملا ذاك هو الأصل أن يقدم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أمر يعيشه ذاك هو المقصد العظيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم جاء نفر فذبحوا في عيد الأضحى قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وقبل صلاته فقال الله لهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الأدب أن تنتظر أيها المؤمن إلى أن يصلي عليه الصلاة والسلام فيذبحوا ثم تذبحوا بعد ذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابي من فقهاء الصحابة ممن تربى في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام أعلم الصحابة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام فيقول له يا معاذ بما تحكم يقولها له عليه الصلاة والسلام عند بعثه إياه إلى اليمن بما تحكم إن طرأت عليك مسألة أو جال إليك أو وصل إليك حكم فبماذا تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل تأمل عبد الله يبدأ أولا بكتاب الله عز وجل ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يجعل اجتهاده ونظره تابع لكتاب الله وبعده وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عدم التقدم بين يدي الله ورسوله لو قيل لك لا تتقدم بين يدي والدك ولا بين يدي شيخك لا تمشي بين يديهما لما؟ لأن ذاك هو كمال الأدب أن تمشي خلف والدك أن تسير خلف شيخك ومعلمك من سار أمامهما فقد فقد الكثير من الأدب كذلك من حاول أن يسير بين يدي الله ورسوله وهنا قوله بين يدي الله ورسوله مجاز استعارة تمثيلية المراد بها ألا تقدم رأيك ألا تقدم اجتهادك ألا تقدم نظرك وحكمك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحاديث تملأ الكتب يسأل فيها عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام عن مسألة فيكون الجواب مباشرة الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم يا أبي ما هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل الله ورسوله أعلم يا فلان يا فلان الله ورسوله أعلم لما؟ لعدم التقدم بين يدي الله ورسوله أين نحن أيها المؤمنون من هذا الأدب من قوم يقدمون آراءهم الفاسدة ومعتقداتهم الباطلة بل أحيانا أعرافهم وتقاليدهم المنتنة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نحن من قوم من قوم يجتمعون في مكان واحد يطرحون مسألة تحتاج إلى لجنة من اللجان الفقهية للبت فيها ثم ترى كل واحد منهم يبدي رأيه بعيداً عن الاجتهاد المبني على الأصول الشرعية إن هؤلاء هم ممن تقدم بين يدي الله ورسوله فاحذر فإن ذاك من أعظم الخطر وفقنا الله وإياكم لكل خير في تدبره هدايا عشتها في كل آية شهده في روض روحي لم أذوق شهداً مثيلاً